موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوان نخصصها اليوم للحديث عن أشغال الاجتماع 11 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي ببروكسل أمسي افتتحت أشغال هذا الاجتماع بمقر البرلمان الأوروبي وترأصه بكيفية مشتركة كل من السيدين لحسن حداد عن البرلمان المغربي وأندريا كوزولينو عن البرلمان الأوروبي بمشاركة رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارا وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض حصيلة ومكتسبة هذه الهيئة المهمة بالنسبة للحوار والتعاون السياسيين بين المغرب الاتحاد الأوروبي ومناقشة أفاق تطويرهما وفي إعلان المشترك صدر عقب أشغال اجتماعها 11 أبرزت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي طموح الرباط وبروكسل لملح علاقتهم الاستراتيجية متعددة الأبعاد والمميزة دفعة جديدة مؤكدة على الأهمية الجوهرية لإعادة إطلاق الشراكة الأوروبية المغربية تبعا لهذا الموضوع يسعدنا دائما أن نتضيف معنا في الستوديو رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية الأستاذ الحسين بن نون أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا الحسين بن نون بداية أستاذ قلون العاصمة البلجيكية تحتضن أشغال الاجتماع 11 للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي نود في البداية أن نتعرف على هذه اللجنة عن دورها وعن أهدافها كذلك نعم هذه اللجنة المشتركة المغربية مع الاتحاد الأوروبي خلقت من أجل العمل على التنصيق على جميع المستويات وخاصة المستوى الشريع من فهمه العام الذي يترابط مع المصالح العليا لالتحاد الأوروبي وشاركه المغرب باعتبار أن المغرب له صفة شارك متقدم هذه الصفة مكنته وبوأته من أن يحضى لدى الاتحاد الأوروبي بهذا النوع من الشراكات وخاصة أن البرلمان الأوروبي هو الذي يسون سياسة الشريعية على مستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي على مستوى الأمني على مستوى البيئي على مستوى إعطاء الاتحاد الأوروبي المناخ والتصور العام والخريطة العامة في علاقتها مع كل شراكة عبر العالم وخاصة مع المغرب باعتباره البوابة لإفريقيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي الجانب الثاني وأن هذا الاجتماع الحادي عشر الذي ترأسه بشراكة المغرب يعني في شخص سيد الحسن حداد وكذلك السيد ميارة بصفته رئيس مزيز المستشارين وكذا رئيسة البرلمان الأوروبي يبين على هذه المكانة المهمة التابعة أولا على مستوى تحصين المكتسبات ولكن الأهم منها وهو استشراف المستقبل والتحديات المشاركة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عالم متقلب في عالم له آطار على جميع المستوية آطار أولا استلبية جائحة كورونا نعم سوف نتحدث طبعا عن هذه النفاق والتحديات التي تواجه العلاقات المغربية الأوروبية قبل ذلك جدوى الأعمال هذه اللجنة في اجتماعي الحادي عشر شمل الكثير من القضايا المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبي أود أن أتحدث أستاذ جرنون عن أبرز المحاور الهيكلية التي تقوم عليها العلاقات المغربية الأوروبية من بين هذه المحاور الرئيسية والتي تفرض نفسها في الوقت الراهن وهي تطوير العلاقات الاقتصادية وخاصة تحديات على مستوى المناخ وعلى مستوى إيجاد بدائل للطاقة ونحن نعلم على أن الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عنها من أزمة على مستوى الطاقة أصبح مليحا على الاتحاد الأوروبي باعتباره المستهلك يعني الأول على مستوى غرب يعني الدول الغربية لهذه المادة أصبح لزاما عليها أن تجد بدائل والبديل للطاقة الروسية الأوكرانية إنما يكمن في الطاقات البديلة التي يمكن أن يحصل عليها من المغرب في إطار نسج علاقات استراتيجية المغرب يوفر هذه المنصة المغرب يوفر هذه البيئة التي من شأنها أن تخلق وأن تعمل على إنتاج طاقات متجددة كما هو الحال المغرب ونجحها في عملية نور واحد ونور جوج ثم أنه الطاقات الريحية ثم الطاقات البديلة بل أكثر من هذا والمغرب يعني على وشك يعني إنجاز دراسات بتنسيق مع نيجيريا والتحاد الأوروبي على مستوى خط الغاز نيجيري المغربي والذي سيعبر نحو الالتحاد الأوروبي إنما هذه علاقات استراتيجية من شأنها أن توفر أولا المناخ العام على مستوى الاستمار المناخ العام على مستوى خلق التروة المناخ العام على مستوى تبادل التجاري والاقتصادي وبكل تجلياته الجانب الثاني والذي لا يقل له أهمية وهو أن تحديات المشتركة الآن ما بين المغرب والتحاد الأوروبي هي على أكثر من سعيد التحدي الأول تحدي الهجرة تحدي الإرهاب الجريمة العابرة القارات على مستوى ما خرق من إرهاب على مستوى الساحل والصحراء هذه التحديات التي سوف نتعمق فيها طبعا هي اليوم يعني جاءت بعد عامين من وباء كوفيد 19 الذي حد من تعميق هذه التبادلات والعلاقات الثنائية المغربية الأوروبية في اعتقادك اليوم ما الأهمية التي تفرضها هذه العودة لإطلاق هذه الشراكة الثنائية المغربية الأوروبية من جديد نعم تبين على أن الأطار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا لمدة سنتين كان لها أطار سلبية على مستوى اقتصاد وسبب شبه ركود على مستوى الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأوروبي المغربي موضوع النقاش ومن هنا لتعافي هذا الاقتصاد ينبغي أن ننظر إليه بنظرة استباقية استشرافية تجعل منه أن يعوي أولا أن يسترجع عافيته هذه بالدرجة الأولى ثم أن يستصرف نحو المستقبل وذلك بخلق التروة على جميع الأصعيدة من بين هذا التروة التي يمكن أن تخلق ما بين شراكات استراتيجية ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي وهو أن يعمل من جديد على بلوارة استراتيجية من شأنها أولا أن تجعل من خلق التروة في بعدها الأفقي والعامودي يعني هذه السياسات التي تسنها البرلمان الأوروبي بصفته مؤسسة شريعية وكذلك البرلمان الأوروبي بصفته مؤسسة شريعية للاتحاد الأوروبي هذا التصور التلاقي على مستوى خلق القوانين والشريعية من أجلها أن تحسن الجو العام دي المناخ دي الاستثمار ومن هنا يكمن أنه لا يمكن أن يتحسن هذا المناخ للأعمال والمبادلة التجارية إلا بسنة شريعات فيها تلاقي وفيها تقاسم وفيها نقطة تلاقي من شأنها أن تجعل من شراكة الاتحاد الأوروبي والمغرب يعني تتحول من الحسنين الأحسن من شأنها أن تجعل أولا الاستثمار المتبادل ما بين المغرب وما بين الاتحاد الأوروبي يعني ذلك المنصة التي توفر الاتحاد الأوروبي البوابة الأسلم نحو عمقه الإفريقي وأن نحن نشاهد ونلاحظ ونتتبع على أن الاستثمارات الآن التي تقاطر على المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الصين ومن روسيا من دول الخالج بالأولا على الاتحاد الأوروبي وهو المنظمة الكبرى الاقتصادية والتجارية والسياسية من الأولاء أن يضع يده مع المغرب في خلق هذا الجو الذي هو أولى بها في خلق الصناعات المتجددة على مستوى السيارات على مستوى الطائرات على مستوى تحلية ماء البحر على مستوى تقوية الشراكة الفلاحية وكذلك الصيد البحري من هذه النقطة سوف تكمل في هذا السياق طبعا في اعتقادك كيف يمكن اليوم الاستفادة من دور المغرب كقوة جيوسياسية بين إفريقيا وأوروبا نعم الاتحاد الأوروبي أدرك غاية الإدراك على أن المغرب اليوم بمؤسسته المتنوعة بمؤسسته الملكية القوية الدستورية وبمؤسسته الدستورية المتنوعة وبخيراته الطبيعية المغرب الحمد لله يطلع على بحرين بحر أبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وله من الخيرات الطبيعية ما يؤهله أن يكون منصة جالبة للستمار للتحاد الأوروبي وغيره وبالتالي الاتحاد الأوروبي أدرك على أن المغرب هو دولة محورية الآن في شمال إفريقيا الدولة مستمرة الأول في غرب إفريقيا والتاني في إفريقيا وبالتالي أن يد ضع أو وضع يد الاتحاد الأوروبي مع المغرب في الرفع من المستوى وتنوع هذه الشركات إنما يعود على الاتحاد الأوروبي وعلى المغرب وعلى القارتين بكاملها في خلق الاستثمار وخلق فراء الشغل وخلق التنمية المستدامة لأن الاتحاد الأوروبي أدرك الآن على أن بخلق التنمية في إفريقيا وكأنه يرد الدين لهذه إفريقيا لأن الاتحاد الأوروبي أغلب الدول كانت هي المستعمرة لإفريقيا ولأغلب شعوبها وعاملت على استنزاف خيراتها وبالتالي أنا أعتقد بأن يعني إنما حال الالتحاد الأوروبي أن يردين لإفريقيا ومن بينهم المغرب وشمال إفريقيا وبالتالي أنا أعتبر بأن هذا اللقاء الحادي عشر للجنة المشاركة ما بين المغرب والالتحاد الأوروبي تزقي أولا المواقف الجريئة والتاريخية للبرلمة والالتحاد الأوروبي لأنه كان دائما يصوت لصالح الشركات التي كانت تجمع المغرب ولا زالت وستجمع في المستقبل طبعا الشركات الفلاحية وشركات ديال الصيد البحري كان البرلمة الأوروبي دائما يصوت بالأغلبية الصاحقة لصالح هذه الشركات ومن هنا يتبين على أن المكانة ديالة المغرب استراتيجية التي يتبوها إنما أدركها البرلمة الأوروبي وهو يعمل طبعا بكل قرارات التي تخذها حتى نتحدث أكثر في التفاصيل اليوم في اعتقادك أي مسؤولية وأي دور تلعبه كل من المؤسسة البرلمانية الأوروبية وكذلك المؤسسة البرلمانية المغربية في إيجاد حلول لبعض القضايا المشتركة لمشاكل مشتركة بين الأضفتين مثل مثلا الانتقال البيئي الإرهاب التنمية كل هذه القضايا أي دور تلعبه هاتين المؤسستين في إيجاد هذه الحلول المشترك نعم لهذه المؤسستين ندورون هام وفعال على اعتبار أن التصورات التي تسنهم الحكومات حكومة المغربية وحكومات الاتحاد الأوروبي إنما منطلقوها ومنشؤها من الاقتراحات الشريعية دي المؤسستين الشريعيتين من هنا يتبين على أن لما يكون هناك مقترح مشاريع قوانين لا على المستوى المؤسسة البرلمانية بغرفتها لمجلس النواب ومجلس المستشارين وكذلك المؤسسة البرلمانية الاتحاد الأوروبي اللي هو البرلمان الأوروبي كان دائما من خلال المقترحات دائما تروم وتهدف إلى خلق كل ما من شئنه أن يقوي هذه الشراكات وأن يحصنها وأن يجعل منها شراكات دائما هدفها هو التنمية التنمية في بعدها العام التنمية المستدامة التنمية الاقتصادية والتجارية والبيئية بل أكثر من هذا أنا أعتبر بأن العالم الآن وهو في مختلف طرق وهو يعيش مخاض نتيجة للأوبئة ونتيجة للحروب ونتيجة للطاقة ونتيجة لتحول المناخ نتيجة للتصحور ونتيجة الكساد الذي أصبح تعرفه على المستوى الزراعي بالخصوص الفلاحي نتيجة التقلبات دي المناخ أعتقد بأن التحديات أصبحت مضاعفة لا على المستوى الاتحاد الأوروبي ولا على المستوى المغرب وبالتالي التفكير في إيجاد بدائل نود أن نتحدث أكثر في هذه التحديات أمسي في أشغال هذه اللجنة الطرفان عبر عن الإرادة المشتركة حوالة مواصلة الحوار الأورو مغربي وشددوا على أهمية التوصل إلى حلول توافقية لتحديات وتهديدات تواجهوا الضفتين معا في اعتقادك ما هي هذه التحديات التي المطروحة اليوم بين الضفتين نعم هناك تحديات عديدة من بينها التحدي الأمني على اعتبار أن الأمن هو عنصر من عناصر التنمية المنشودة وفي غياب الأمن لا يمكن أن نتصور اقتصاد ولا يمكن أن نتصور استقرار ولا يمكن أن ننشد أي تنمية كيفما كان نوعها وبالتالي يعني المغرب كما جاء في عدة خطب لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أن المغرب وإن كان يعمل جاهدا بمقاربة الجانب الأمني وجانب الهجرة ومقاربته للتصدي للجريمة العابرة للقارات أنه لم ولن يكون دركي لأحد ولكن هو دائما مستعد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومع كل مؤسسات الفائلة في الموضوع نعم الفكرة واضحة أنا أسف على مقاطعتك لأن الوقت أدركنا رئيس المرصد المغاربة للدراسات السياسية الدولية الأستاذ الحسين جنو شكرا جزيلا لك للمشاركة وعلى كل هذه التوضيحات ختاب هذه الفقرة مشاهدين نلتقي بعد فاصل قصير في نشرة إخبارية مفصلة تحية لكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر